السؤال التاني بيقول ما حكم ان يكلم الخاطب خطبته في الهاتف مع الالتزام بدوابط الخطوبة طبعا يعني يقصدوا دوابط الخطوبة ان هو يتكلموا بمعروف يجوز ان يتكلم الخطيب مع خطبته وبرضه بعض الاحيين ببقى مش قادر افهم الناس بتجيب منين اذا كانوا الناس بيتعاملوا مع بعض وبتعاملوا مع بعض فلما يتخطبوا ايه اللي حاصل يمنعوا كل الاساليب اللي هو المفروض بتساعدهم على انهم يتعرفوا على بعض مدامت فيها ادب والتزام وما فياش اي تجوز حد هيقول لي ما هو اشهر في خطوبة فالتجوز بيبقى اكثر وبيبقى سهل احنا ليه بنفترض دايما وليه بنتعامل مع اولادنا على انهم والعزو بالله غواء وضلين وفجار ما يتعامل مع الاولاد بطريقة افضل من كده شوي ولذلك انا شايف اه يجوز ان يتكلم الخاطب مع خطبته بالمعروف يعني ايه بالمعروف ما يتكلموش بالكلام مش بس ما يتكلموش مع بعض بالكلام اللي هو حرام لا يتكلموا بالكلام الذي تعرف عليه الناس ان هي بتحاول تتعرف عليه وتتعرف على صفاته وهو بيحاول تتعرف عليه وتتعرف على صفاتها مش ان هما بيحاولوا بقدر الامكان ان فيهم حد يغوى التاني فالتاني يستسلموا لغويته دا لا اه كلام دا مستطعيح واضح فالحكم الحكم ان دا جائز ما دمنا نلتزم بالكلام وينتزم بالمعروف ان شاء الله